أشهر البيبيوغرافيات الإنجليزية والعلمانية والفرنسية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر أو مرجع المعلومات رابعا أشهر البيبيوغرافيات الإنجليزية تعد اللغة الإنجليزية أغنى اللغات في المؤلفات البيبيوغرافية العالمية منها والوطنية والمتخصصة ونعرف فيما يلي بإجاز ببعض المشهور منها أولا وهو عبارة عن ببيوغرافيا للبيبيوغرافيات الصادرة في موضوعات شتى والتي ظهرت منفصلة حتى نهاية عام 1953 ميلادي مما فيها ببيوغرافية الأفراد وتحوي حوالي 80 ألف عنوان بأكثر من 45 لغة مرتبة ترتيبا موضوعيا ثانيا وهي طبع أحدث وأوسع من العمل السابق الذير وقد ظهرت في خمس مجلدات ثالثا وهي عبارة عن فهرس للبيبيوغرافيات العامة والمتخصص على النطاط العالمي أي أنها عبارة عن ببيبيوغرافية البيبيوغرافيات رابعا وهي عبارة عن فهرس عام لمحتويات بطارات مرتبة التونرس منذ عام 1898 يرصد مرتناياتها من الكتب وقد جرى ترتيبه ألفابيا على أسماء المؤلفين أو العنوين في حالة غياب أسماء المؤلفين وإعتماد العنوين تم داخل رئيسية خامسا وهو الفهرس الوطني الموحد للولايات المتحدة الأمريكية وقد حل محل التجميع السابق الذير يسعى لحظ جميع وثائق البشرية ومختلف أوية المعلومات من تتب ودوريات ومواد سمعية بصرية وهو يهدف لأن يكون ببيبيوغرافية عالمية وقد بدأ العمل على تحقيق ذلك منذ البداية عندما تم دامج فهرس مرتبة التونرس مع الفهرس الوطني الموحد وهو يحوي مئات المجلدات ويرصد مرتنايات أرسل من 600 مرتبة أمريكية فضل عن مرتنايات مرتبة التونرس أما عن عدد المجلدات التي صادرت عن هذا الفهرس حتى عام 1972 ميلادي بما في الفهرس السابق الذير فهو 512 مجلد سادسا وهو عبارة عن فهرس هجائب المؤلفين لمرتنايات مرتبة المتحف البريطاني منذ بدأ الطباة حتى عام 1955 ميلادي بجميع اللغات عدى اللغات الشاطية ويحوي تشافات موضوعية مجمعة لطول 5 سنوات وقد وضيفت لهذا الفهرس إضافات سنوية منذ عام 1963 ميلادي وغاني عن الذكر أن مرتبة المتحف غانية بمجموعاتها سابعا وهو الفهرس الأول من نوعه الذي يرصد المؤلفات باللغة الإنجليزية باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ثامنا وهي الببيوغرافية الوطنية البريطانية وتصدر عن مجلس يمثل المرتبات والناشرين وباعة الكتب وقد بدأت هذه الببيوغرافية في الصدو بشكل أسبوعي منذ عام 1950 ميلادي مع تجميع لها طل ثلاثة شهور وطل خمسة عوام وتجارة بويبل ببيوغرافية الوطنية البريطانية على أساس خطة تصنيف ديو العشري مع رفضها بثلاث تشافات واحد للمؤلفين وآخر للعنوين وثالث للموضوعات أما التجميعات فترفض بتشافات أخرى للمحررين والمترجمين والسلاسل فضلا عن التشافات العادية السابقة تذير تاسعا وهي ببيوغرافية للعلوم الاجتماعية تصدر عن منظمة اليونستو وقد بدأت في الصدور بباريس عام 1951 ميلادي ثم انتقلت إلى إندليترا حيث تابعت صدورها هناك وهي ترصد ما ينشر في هذا المجال للنطاق العالمي ولخدمة الباحثين فيه أينما وجدوا عشرا وهي من البيبيوغرافيات الموضوعية للمستوى الوطني الأولى ترصد المؤلفات الطبية في إندليترا والثانية ترصد المؤلفات العلمية في أمريكا أشهر ببيوغرافية الألمانية أهم هذه البيبيوغرافياتي البيبيوغرافية الألمانية التي ترصد المؤلفات الصادرة في ألمانيا باللغة الألمانية وباللغات غير ألمانية ترصد المؤلفات الصادرة باللغة الألمانية خارج ألمانيا وتعد المرتبة الألمانية في مدينة لايبزيد الأقدم في إصدار هذه الببيوغرافيات الوطنية ساعدتها في ذاية المرتبة الألمانية في فراندفورت بعد إنشائها عام 1946-1947 ميلادي أولا صدرت بعد تأسيس المرتبة الألمانية في لايبزيد بحيث أصبحت تجارة الكتب تحت إدارتها وهكذا أصبحت هذه البيبيورافيا منذ ذات الحين أول تجميع وطني شام الألماني للكتب والمجلات والخرائط وقد أخذت في الصدور مرة في العام ضمن قسمين الأول مرتب الفابيا على أسماء المؤلفين والثاني مرتب على الموضوعات ورؤوس الموضوعات تأسست هذه المرتبة عام 1912 ميلادي وأخذت على عاتقها منذ ذات التاريخ إصدار البيبيورافيا الألمانية ثانيا بدأت هذه البيبيورافيا الألمانية في الصدور بعد تأسيس المرتبة الألمانية في مدينة فرانفورت بحيث أصبحت المرتز الثاني لتجميع المؤلفات الألمانية إلى جانب مرتبة لايبزيد بحيث تجمع كل واحدة منها هذه المؤلفات وتنشرها داخل البيبيورافيات بشكل مستقل عن الأخرى وتصدر هذه البيبيورافيا بشكل أسبوعي ولها تجميع نسل سنوي وتجميع لكل خمس سنوات وأخي التجميع لكل خمس سنوات صدر عنها تانى عن الأعوام 1981 إلى غاية 1985 ميلادي وتصدر هذه البيبيورافيا أيضا في قسمين قسم يرتبه جايا على أسماء المؤلفين والثاني يرتب على الموضوعات ورؤوس الموضوعات ويطع التجميع ما طبل الآخر من هذه البيبيورافية والخاص بالسنوات 1976 إلى غاية 1980 ميلادي في عشرين مجلد تحوي ما يطالب من 140 ألف عنوان و30 ألف صفحة ثالثا وترصيد المسلسلات الدوريات الصادرة في ألمانيا تهذا الدوريات الصادرة في النمسا وسويسرا وغيرها من الدول باللغة الألمانية ويرصيد المجلد الأول منها السنوات 1945 إلى غاية 1952 ميلادي والمجلد الثاني السنوات 1953 إلى غاية 1957 ميلادي ثم الثالث للسنوات 1958 إلى غاية 1970 ميلادي والرابع للسنوات 1971 إلى غاية 1976 ميلادي ثم السنوات 1977 إلى غاية 1980 ميلادي والآخر يرصيد السنوات 1981 إلى غاية 1985 ميلادي وقد رصدت هذه الببيغرافية في طبعتها الأخيرة حوالي 20 ألف عنوان مجلد دورية نظيمت موضوعياً على 26 موضوعاً تابعاً لتنظيم الببيغرافية الألمانية رابعاً ويرصيد المؤلفات الموسيقية والأسطوانات يقوم بإعدادها الأرشيف الموسيقي في المرتبة الألمانية بفرارفورت بحيث يجمع فيها الأعمال الموسيقية الصادرة في ألمانيا والدول التي تتكلم الألمانية وهو يصدر مرة واحدة دورياً طول ثلاثة شهر وهناك تجميع سنوي خامساً وهو عبارة عن ببيغرافية للتتب والدوريات والمسلسلات في جميع موضوعات المعرفة الإنسانية فهو يرصد أهم المنشورات في هذه المجلات خلال العشرين سنة السابقة لنشره وهو عبارة عن ببيغرافية راجعة أشهر ببيغرافيات الفرنسية البيبيغرافيات الفرنسية عريقة في أصالتها فهي من أردم البيبيغرافيات الحديثة فبعدها جعلت الثورة الفرنسية محتويات المرتبات من المؤلفات ممتلكات وطنية ووضعتها تحت سلطة مركزية ثم جعلت من مرتبة ترويال الشهيرة مرتبة وطنية تحت اسم المرتبة الوطنية كان لزاماً عليها حصر هذه الموجودات فعملت على فهرسة مجموعات المخطوطات الموجودة في المرتبات العامة بحيث لم تتقدم أي دولة أوروبية فرنسا في هذا المضمار وفي تلك الفترة تبق الإيداع القانوني في العاصمة ثم أصبح قسم الإيداع والبيبيغرافي الوطنية في المرتبة الوطنية الفرنسية يهتم بالإيداع القانوني ويصدر نشرة أسبوعية بكل ما ينشر في فرنسا من مواد ثقافية مرتبة على تصنيف ديو العشر وهذه بعض أهم الببيغرافيات الفرنسية العالمية والوطنية أولاً وهو يرصد ما ترتنيه المرتبة الوطنية الفرنسية من مؤلفات مهما كان موضوعها ومتى نشرها ترتيبه هيجاية لأسماء المؤلفين ويقدم معلومات وجيزة عن الكتب ولم تذكر المؤلفات الصادية عن هيئة داخل هذا الفهرس وهو أكبر تجميع الكتب في فرنسا ومنذ عام 1960 ميلادي بدأ هذا الفهرس برصد المؤلفات سواء لمؤلفين أفراد أو هيئة داخل ملاحق تظهر كل أربع سنوات ثانياً ببيوترافي دولا فرانس وقد بدأت في الظهور عام 1811 ميلادي بشكل أسبوع مرتبة ترتيباً موضوعياً ثم أخذ فيما بعد يطبق تصنيف ديوي العشر بعد انتشاره وتلحق به تشافات سنوية بالمؤلفين والعنوين والموضوعات وهو يرصد المؤلفات الصادرة باللغة الفرنسية ثالثاً وهو عبارة عن فهرس مختال المولاعين بالكتب ويحوي عدداً كبيراً من مؤلفات القامة السادس عشر والثامن عشر بصورة خاصة ويضم حوالي ستون ألف عنوان جلها مؤلفات فرنسية ولاتينية رابعاً وهي عبارة عن بيبيورافية علامية جارية عن المؤلفات المترجمة خامساً وهو عبارة عن فهرس تجميع للمؤلفات العلمية والتقنية يصدر في باريس يغطي عشر سنوات ولو إصدارات إضافية سادساً وهو عبارة عن أدلة للصحف والمجلات الفرنسية الأول منها قديم بدأ في الصدور عام 1879 ميلادي والثاني يرصيد الصحف والمجلات الفرنسية الجارية مبوابة داخل أربع موضوعات رئيسية الأول للأحداث الجارية والثاني للدوريات العلمية والأدبية والثالث للدوريات المهنية والفنية والرابع للدوريات الإداءة العامة ويتفرعت الواحد منه إلى فرع تناسبه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد